ودلوقتي تعالى نقرأ الدرس سوا مع بعض لنتعلم فاكر نتعلم يا ولاد بنقرأ من خلالها معلومات كتير ونفهمها مع بعض ونفهم منها معلومات وتخلينا نقدر نفهم العالم والتكنولوجيا أكتر من حوالينا تمثل الشبكات مجموعة من الأشخاص والأشياء المرتبطة ببعضها لهدف مشترك فاكر في أسرتك مثلا بداية من والدك وصولا إلى أبناء الأعمام والعمات والأخوال والخالات يمكن اعتبار الأسرة شبكة عائلية فأنتم معا تتشاركون الروابط التي تنشئ هذه الشبكة وتتواصلون متبادلين الدعم والخبرات وبالمثل ترتبط شبكات الكمبيوتر وأجهازة الكمبيوتر بعضها لبعض لتبادل المعلومات وده الهدف اللي قلنا عليه وكمان البيانات المهمة قد يكون لديك شبكة كومبيوتر خاصة بك في المنزل فإذا كان لديك جهاز كومبيوتر متصل بجهاز كومبيوتر آخر أو أي جهاز مثلا زي الطبع أو البرينتر أو جهاز التوجيه يكون لديك إذن شبكة محلية خاصة بك اسمها LAN Local Area Network والإنترنت هو شبكة بتربط الأجهازة الكمبيوتر والأشخاص الذين يستخدمون تلك الشبكة من جميع أنحاء العالم ولربط جهاز الكمبيوتر الخاص بك بشبكة الإنترنت فانت الآن بحاجة إلى جيتوي جيتوي زي اي ميس؟ زي الجهاز الراوتر اللي موجود في معظم البيوت عندنا وجهاز الراوتر ده جهاز بيرتبط بجهاز الكمبيوتر وكمان عندنا مزود خدمة الإنترنت اللي هي شركات الإنترنت المشهورة في مصر وبنسميها ISP Internet Service Provider زي خدمة الإنترنت اللي بتقدمها لنا الشركات المصرية للمواطنين يعني يا أولاد زي ما اتفقنا وقلنا مع بعض الشبكة الغير رقمية زي اللي بتربط الأشخاص ببعض زي مين؟ زي أفراد العائلة أما الشبكات الرقمية نخلي بقنا يا أولاد من معلومة هنا الكمبيوتر عموماً اللانجوش بتاعته ديجيتل لكن إحنا الناس اللانجوش بتاعتنا آنالوج فالكمبيوتر بقدر أقول عليه اللغة بتاعته أو المشهيم لانجوش هي رقمية تمام؟ شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن